ممارسات ميليشيا الحوثي بحق المعتقلين والمخفيين قسرا تعكس بشكل خطير الوحشية المتبعة ضدهم والتي تصل إلى التعذيب حد الموت ولأن ميليشيا الحوثي أمينة العقاب وتجردت من قيام الإنسانية أفرطت في إجرامها بحق المعتقلين كما حدث مؤخرا مع المختطف عبد المجيد عبد الحميد علوس صاحب الستين عاما والذي شغل منصب مدير الاختراع والابتكار سابقا بالجيش الوطني ونتيجة رفضه العمل مع الميليشيا قامت باختطافه وتعذيبه طيلة خمس سنوات ولم يخرج من السجن إلا جثة هامدة مصادر حقوقية قالت إن ميليشيا الحوثي قامت بتعذيب العقيد السابق في الجيش اليمني وإصدار حكم بإعدامه ما أدى إلى إصابته بجلطة ونزيف داخلي في الدماغ منتصف العام 2020 ليظل لأكثر من عام وهو في حالته تلك مراوحا بين السجون وزنازين الميليشيا حتى لفظ أنفاسه الآخرة وهو في سجن الأمن السياسي بشملان بعد خمسة أيام من دخوله العناية المركزة الجريمة بحق علوس تأتي ضمن سجل طويل حيث أكدت وزارة حقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي قتلت 350 سجينا كما رصدت 1635 حالة تعذيب خلال عامين فقط رابطة أمهات المختطفين وغيرها من المنظمات الحقوقية دعت المبعوث الأممي والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن وكذا الشخصيات والمنظمات الدولية الفاعلة لممارسة دورها القانوني والأخلاقي بالضغط على الميليشيا لوقف انتهاكاتها المتعددة وجرائمها الجسيمة بحق المعتقلين والعمل على إنجاز ملف تبادل الأسرى ضمن اتفاق سويد باعتباره ملفا إنسانيا بحتا وسينهي معاناة 15 ألف معتقل يعيشون في ترقب وخوف شديدين اشتركوا في القناة